واليوم صدرت بيانات التضخم مؤشر أسعار المستهلك والمستثمر طبعا ينتظر هذه الأرقام لمعرفة كيف قد يكون القرار الفيدرالي القادم والذي طبعا الاجتماع سيكون في 30 وال31 من هذا الشهر يناير بالنسبة لأرقام التضخم اليوم الأساسية جاءت عند 3.4% كان المتوقع أن تأتي دون ذلك هذا بعد أن جاءت عند حوالي 3.2% في شهر نوفمبر كما نلحظ هنا بأنه لازال لدينا فارق ما بين معدلات الفائدة والهي عند حوالي 5.5% ومعدلات التضخم ما ساهم بشكل كبير في عودة ارتفاع مؤشر التضخم هو المسكن في الولايات المتحدة وهذا ما يعتبر اليوم ما يسمى في الستيكي انفليشن هذا نوع من التضخم الذي من الصعب أن يتراجع حتى مع هذه السياسات النقضية المتساهلة وبالتالي بدأنا نشهد اليوم خفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع مارس اليوم أصبحت توقعات خفض معدلات الفائدة في شهر مارس عند حوالي 65% وهذه النسب تتغير في كل يوم وفي كل ساعة وممكن أن نشهد حتى تغيير بعد اجتماع الفيدرالي ولكن من الواضح بأن الأرقام التضخمة التي صدرت اليوم هي لا تشجع الأعضاء الفيدرالي في تخفيض معدلات الفائدة في وقت قريب هذا ما سمناه من بعض التصريحات ولكن السوق بدأنا العام بتسعير خفض معدلات الفائدة بحوالي 150 نقطة أساس خلال هذا العام 2024 تغيرت هذه التوقعات إلى حوالي 135 نقطة أساس وبالتالي بدأنا نشهد بأن حتى المستثمر بدأ يخفض توقعاته للعام بأكمله مع كل بيانات جديدة قد تتغير الصورة ولكن التضخم قد يبقى من أبرز العوامل أو أهم عامل سيحدد السياسة النقدية خلال هذا العام ترجمة نانسي قنقر